عباد الله أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم القرآن حياتكم القرآن لحمكم القرآن دماؤكم القرآن عصبكم القرآن عرضكم القرآن دنياكم والقرآن آخرتكم القرآن العظيم سبب عجزكم القرآن العظيم سبب نفعتكم عباد الله القرآن العظيم لو جعلتموه خلفكم كنتم في ذلة وفي مسكنة لأنه حبل الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تطرقوا فحبل الله دينه وقرآنه المجيد في أظهر أقوال المفسرين عارم وأي عار أن تدخل الإنكليزية على وجهها كأنما قد تعلمتها على أهلها ومن ولد راضعين لحروفها وآدابها عارم عليه أن تبقل لغة ولغتين وثلاث لغات من لغات الأعادل ولا تستطيع أن تقيم لغتك العربية في جملة واحدة يفهم منك الفاهم بيانة ويسمع منك الفصيح بلاغة عارم عليه عارم عليك أن تبع سبب عزته وتتمسك بأسباب ذلتك عارم عليه فهذا لا يدله إلا على فسولة الرأي ولا يدله إلا على طرص البصير عارم عليه أن يكون كتاب الله جل وعلا عندك في بيتك وبين يديه قد علاه الغباب عارم عليه أن لا تقبل على كتاب الله إلا إذا أصابتك المصير وإلا إذا ألوي منك خلف الظهر الدراع عارم عليه أن لا تعود إلى الله إلا إذا مرضتك عجز عارم عليه أن لا تلتفت إلى نعمة الله عليه عارم عليه أن تجعل القرآن خلفك ظهريا ثم لا تنظر فيه مصبحا وممسيا عارم عليه أن لا تكون فاقعا لسورة قصيرة في كتاب الله جل وعلا عارم عليه أن لا يقوم لسانك بكلام ربك جل وعلا عباد الله يمتفي علينا أن نثير ويمتفي علينا أن نكون عاقلين يمتفي علينا أن نكون واعين لأننا إذا لم نحرس إذا لم نحرس على صالحنا نحن فلن يحرس على صالحنا أعداءنا وإذا لن نحن أعراضنا نحن فإنه لا ينتظر من أعدائنا أن يصور أعراضنا وإذا لم ندافع عن ديننا نحن فإن الله جل وعلا لن ينزل نصرة من السماء إلا إذا استبلنا وأذهبنا ظاهرا وضاطلا وإن تتولوا يستبد القوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم إلى متى ضياعكم إلى متى خلوعكم إلى متى جلكم إلى متى قعودكم إلى متى رقودكم إلى متى هذا الصباة عباد الله والقرآن المجيد يقرع آذان القلوب في الصباح وفي المساء وما من مجيد والنبي يشكوكم إلى ربه وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهدورا تفقهوا في كتاب الله ولا تدعوا يوما يمر من غير أن تنظروا في القرآن العظيم